السلام عليكم في هذا الفيديو سنرى الطريقة لكي يتريني البطل الإيطالي نورو صارني الكوادريسيفس الفاخذ الأمامي والذي يعاني منها الأغلبية خصوصا الناس الذين لديهم الفخاد طوال مع العلم طول البطل متر وواحد وثمانين لكي يكون في أحسن مستوى يوزن مئة وثلاثة وعشرين كيلو وكان يشاك في الوزن مفتوح وكان بطل العالم في الاتحاد النابق وربح بطولة أوروبا هنا احتر في الاتحاد الدولي كما الأسام كان قرأة واحد البحث من هذا الخبير الذي تشاهده على الشاشة في مجال التدريب بالأتقال خوصي أنتونيو وهو أستاذ في زيولوجيا العضلات والتدريب بجامعة في تكساس وكما يقول البطل الإيطالي إذا كان عندك موشكي ضعف الفخاد ولا أي عضلة كما كانت يجب أن تتريني بالتمارين لكي تقيس جميع الزوايا ويجب أن تكون من به الأولويات والطريقة بجزاد في الحجم الكوادريسيفس كما قال أنه كان يتريني بالتمارين لكي يقص بحث عضلات لزا ديكتور التي تشاهده على الصورة وتسمى بالعضلات المقربة ويجب الداخل الفخاد وغيرها العضلة بوحدة تكون من أربعة العضلات مع العلم الخبير الخاصي في البحث ويقول بأن هذا الماشين التي تشاهده على الصورة التي يخدم بها البنات بزاف والأغلبية يخدم بها لزا ديكتور في هذه الحركة التمرين لا تزيد في الحجم هذه العضلات ويجب أن تتريني بأوزان تقيلة ولا تكرارات كثيرة ويجب أن تكون تمارين يعطيه نتائج حسن من هذه الماشين والتمارين كما تشاهده على الشاشة تمارين الأول سكوات ويعطيه طرق طريقة الأولة والطريقة الثانية ويكونوا راجعين للور لكن هذه الطريقة صعبة لديك مشكلة في الركبة التمرين الثاني التمرين الثالث تمرين الثالث ويكونوا رجلك متنضين بمعنى استقامة الساقين وما تنشر الركبة هالثلاث التمارين يتكلاسون من الأول حيث تقس بهم عضلة الأدكتور الكبيرة التي تزيد في الفخاض والتمرين الرابع هو حتى هو في جوج الطرق إما تحت رجلك الفوق أو للتحت لكن هناك صغير لديك تغ ومسطة الصغيرة المهم كما يقول البطل الإيطالي ماورو من خلال التجربة وكي تستبدو من التمارين والديفلوب بالفخاض تحاول تجمع بين التمارين بحصة التدريب وكتنوع في طريقة أداء التمارين وفي شدة التدريب وكي لا يكون لديك المشكلة في الركبة في المستقبل حاول تبدأ ترينيليزيسكيو أي الفخاض اللور وتعطيها حقاف لونترينمو لكي الكوادريسيبس لا تغلب على هذه العضلة تدريب بحصة التدريب وبرنامج التدريب لكي تريني ماورو الفخاض كان على الشكل على الشاشة التمارين الكوادريسيبس التمرين الأول تسخن الكوادريسيبس تمرين الثاني في الدخامة 4 سيريات وفي مرحلة التنشاف 5 سيريات ومرة يعمل التمرين يقرر الجزئي والتمرين الرابع في الدخامة مع التنشاف 4 سيريات تمرين الخامس سيريات ما بين 4 و3 وكما يقول الباطل بالنسبة للتكرارات فاشكا تكون من 12 للفوق كي يخدم في فيتاس سريعة ومن 10 لتحت فيتاس متوسطى ولا تقيلة باش يقز جميع الأليف العضلية وفاش كي يسالي السيري الرابع على سبيل المثال تمني التكرارات في السيري الخامس إلا كان غايض رب 12 التكرار كي ينقص الوذن 30% والراحة بين السيريات أي المجموعات ما بين دقيقة حتى 30 ثانية فاش كي يسالي الكوادريسيفس كي يدير تمارين الإيطالة قبل ما يبدأ تمارين ليزيسكيو أي الفخاد اللور وكما كتشوفوا هادو التمارين ليزيسكيو 3 التمارين وربعات السيريات الكل تمارين والراحة بين السيريات كتب قادمة ما بين دقيقة حتى 32 ثانية وفي الآخر كي يدير تمارين الإيطالة لهذا العضالة وكما كي يقول البطل الإيطالي ماورو كي يخزك ترينيهم بأوزان تقيلة ولكن تغالي تريني الكوادريسيفس بأوزان تقيلة خاص ضروري تريني لزيسكيو بنفس الشدة كي تدير توازن بيناتهم كما قلت في الأول ما يكونش عندك مشكلة في الركبة وبالنسبة للمولي أي عضلة السمانة كي يخدمهم جوج مرات السمانة وكينوع في التمارين جوج تمارين في حصة الفخاد وثلاثة التمارين في الحصة الثانية كما كتشوفوا على الشاشة برنامج تعرضي الأول pier اخوات السيريات لكل تمرين وberنامج التدريبي التاني خمسات السيريات في التمرين الأول خمسات السيريات في التمرين الثاني وربعات السيريات في التمرين الثالث ونفس الطريقة بنسبة لتكرارات الملك يدرب تنشر تكرار لوما سيري الرابع ni درب عشرين تكرار كي ينقص الوزن 40% وكانت في الرمت جديدة وولاد السيريات أي المجموعات تبدأ قادمة ما بين دقيقة حتى 30 ثانية وفي الأخير كي يدير تماري الإطارة وذا بوصلنا لنا إلى الفيديو وكنتمنى يكون شرح الفهم وموعدنا الفيديو الجيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته